والحقيقة هبدأ لكم بصورة وخبر ولقطة ما فيهمش حب حياة اكتر من كده يعني لو قعدت تفكر مليون سنة عن حاجة تلخص حب الحياة والتعلق بالحياة والامل حتى في اقصى درجات تقدم العمر هذه الصورة تكفي صورة مين دي؟ دي الست زبيدة ست زبيدة اللي طلع قدام حضراتكم سيدة مصرية محترمة تبلغ من العمر كان بقى سنة سبعة وتمانين سنة تبلغ من العمري سبعة وثمانين عاما اي تقترب من التسعين عاما تسعة عقود قضتها في هذه الحياة هتلقى تابع انت جيبها عشان تقر لا جيبها عشان نشكرها وحييها وامدحها وقول لها برافو عليك واكثر الله من امثالك وزادك الله حكمة ورشدا ليه بقى؟ لان الست وهي في السن السبعة وتمانين قعدة في لجنة اللجنة دي بتاعة امتحان محو الامية ست بعد عمر طويل قضيته في الكفاح والتعب والعمل وتربية الابناء والاحفاد واحفاد الاحفاد والشقة وزراعة الارض والبيع والتجار عملت كل حاجة عملت كل حاجة في الارض شمالا وجنوبا شرقا وغربا لكن الحقيقة قررت انها كمان تختم حياتها بانها تتخلص من السبعة اللي كانت فيها من النقيصة اللي كانت عندها الا وهي الامية هتقولوني يا تابعك الامية نقيصة طبعا طبعا مع كل الاحترام للاميين وانا عارف ان في جزء كبير منهم غصبا عنهم وما كانش بخاطرهم واهلهم كانوا السبب او الفقر او بالبعد عن مراكز التعليم اول ما ده ايا كان السبب لكن في النهاية حاجة حلوة او حاجة وحشة ان انا ابقى امي او ان انا ابقى مش متعلم اكيد حاجة وحشة طب دي نقيصة يعني تنتقس مني ومن افكاري ومن علمي ومن تنويري ومن قدرتي على الانتاج والمشاركة والفهم وكذا طبعا طبعا تنتقس فبالتالي هي نقيصة يعني كلام ده مش اهنة لاحد بقدر ما هو توصيف فهذه السيدة المحترمة الحالمة الحالمة قررت انها تتخلص من هذه النقيصة عشان تبقى سيدة مصرية اصيلة بلا نقيصة تكمل تعلمها وتكمل النقائص اللي كان عندها حتى ولو بلغت من العمر ارذلة ارذلة هنا بالذال مش ارذله بالزين عشان بس بعدش يهري بسبب جهله ارذلة اللي هو اخر العمر او تقدم العمر يعني وانا لما شفت الصورة النهاردة الصبح وعادت افكر فيها قلت يعني الست دي فكرت في الموضوع ده ازاي ده اللي فينا بيوصل من خمسين سنة يعني دهنا العبد لله الحمد لله هو بلغته من العمر خمسين عاما او خمسة عقود يعني الواحد حسس انه خلاص بيخلص بنا يديني العمر يعني يحافظ علي الواحد خلاص عمل اللي عليه وبتاع والباقي بقى ده كده ربيع العمر حنقضيبك كده ايه فيه سلام وهدوء نفسي وبتاع لكن الواحد لسه مش عنده بقى الاحلام وعايز يكسر الدنيا وبتاع فما بالك الست دي قد عمري مرتين تسعين سنة ومع ذلك قلت لك لا لسه فيه حاجة تتعمل ولسه فيه اهداف تتحقق ولسه فيه نقائص تستكمل وسواء هي اللي فكرت او حد نصحها ما خد بالك انت لو رحت لأي حد عنده ثمانين سنة ولا سبعين سنة ولا ستين سنة حتى وتقول له تعالى كمل تعليمك ولا تعالى امحو اميتك يقول لك يا عم بعد ما شاب وادوك كتاب ما خلاص اللي زاكر زاكر واللي تعلم تعلم يلا يا عم حسنة بكتاب تعرفين الكلام الشعبي اللي احنا بنسمعه طول الوقت ده لكن السيدة دي لا قالت كل الكلام ده ولا فكرت بالطريقة دي قلت لك او ماله ما تعلم حتى عشان ابقى قدوة لولادي واحفادي ويفتخروا بيا ويقولوا ستينة اتعلمت وماتت وهي متعلمة ومتنولة وبتعرف تفك الخط وبتعرف تقرأ وتكتب ستة هي مسكة بتقيتها في ايديها وبتكتب بياناتها في ورقة الامتحان في امتحان محو الامية هذه السيدة انا في رأي ربنا اديها العمر ربنا اديها العمر بس اه انا انصح وازكي انصح وازكي اذا كانت اما فلتأخذ في مارس القادم لقب الام المثالية من وزارة التضامن اذا كانت اما ما نقوله عشان الشرط طبعا انها لازم تكون كذا فهي بسم الله مش الله مش اذا كانت ام دي ام الامهات دي عندها تمان عيال تمانية اللهم صد لعنها بيان هذه السيدة يجب ان تأخذ لقب الام المثالية او واحدة من الامهات المثاليات اللي وزارة التضامن الاجتماعي هتختارهم وتكرمهم في 21 مارس في عيد الام مش بس عشان ربت ولادها لا عشان في هذا السن بتدي لامهات مصر كلها الدرس والقدوة والمثل انه لا عمر ولا سن ولا اي حاجة تقف قدام الاحلام ولو فضلك يوم في الحياة كمل النقائص اللي عندك لو فضلك ساعة في حياتك اعمل اللي المفروض تعمله سنة محمد صلى الله عليه وسلم خاتب المرسلين واصدقوا من قال قال في حديث شريف لو بتزرع فسيلة وقت قيام الساعة ازرعها مع انك عارف انه خلاص يجب الايامة ومع ذلك كمل زرع الفسيلة لان ربنا استخلفنا في الارض لعمرتها واكمال المهم فانا ارجو انه الناس كلها تبص على ست زبيدة بنظرة قدوة وبثل وكل واحد نقصه حاجة ارجوكم يعملها وما يقولش على رأي المكنسوم فات المعاد عمر من المعاد يفوت الا بعد ما ربنا يأذن ربنا نديكو ويدينا طلط العمر والصحة والستر والرضا اشتركوا في القناة